مساء الخير اليوم راح نشوف مع بعض كيف ممكن نضيف اللغة العربية او اي لغة اخرى على الويندوز 10 ويندوز 10 برو الويندوز 10 برو تقريبا قليته شوية تختلف شوية صغيرة عن الويندوز 8.1 راح نشوف كيف بدون ما نطول عليكن خلينا نشوف كيف ممكن نضيف اللغة بنيجي للبار اللي تحت وبنكتب كونترول بانل وبنتبس عليها بنرجع بنيجي نكتب كونترول بانل نختارها طبعا اذا كانت اللغة العربية راح تختار بدل كونترول بانل راح نختار لوحية التحكم هلا بنختار كونترول بانل بالكونترول بانل في عنا هون لانجوج لانجوج باللانجوج راح نلاقي هادي المساحة يلي موجود اللغات المفعلة على الكمبيوتر هلا هون نحن عنا اللغة الانجليزية هي اللغة المفعلة فبنيجي بنقول اد لانجوج اد لانجوج بنختار العربية او اي حدا بده مسلا يختار لغة تانية ممكن يختارها من هون مسلا الكردي او فنحن راح نختار اللغة العربية ده بالكليك عليها راح يطلع لنا مجموعة الاوامر او عفوا مجموعة الاشياء اللي بتضمها اللغة العربية نحن راح نختار من ضمن هادي مسلا العربية الامارات العربية المتحدة اد بنختارها وبنقول اد هلا متل ما شفنا هون نضاف عندي اللغة العربية هلا هلا لو حاولنا بدنا نكتب اي شي بهذا البار اللي تحت لو حولت ضغطهم مع بعض وكتبت العربية راح يكتب لي العربية بينما اول ما كان عندي هيك 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 شفنا نحن كيف مكننا من اضافة اللغة العربية ككتابة بالوندوز 10 شكرا كتير للمتابعة اذا حبيتوا الفيديو ياريت تعملولي لايك ومشاركة وشير طبعا للفيديو بكون ممنونكن واذا حبيتوا هالقناة تستمر ياريت تعملوا هيك لحتى نقدر تعطونا دفعة اكتر لقدام لنتميز ونحاول نقدم كل شي جديد الى اللقاء